اليوم رايحين للفضاء معرض ناس الدولي موجود في مدينة إسطنبول مستمر لشهر شباط لآخر شهر شباط المعرض بيحتوي على العديد من الأدوات والأجهزة الفضائية اللي استخدمت في الفضاء والتاريخية منها خليكم معنا لنروح على الفضاء المعرض بيحتوي على العديد من الأدوات والأجهزة الفضائية اللي استخدمت في الفضاء نفسها أو بتكون كوبي نمبر ون عنها عنا شخص كتير مهم اللي هو اسمه فان براون من العلماء اللي طوروا الصواريخ للفضاء طبعا اللي أنا واقف جنبه هو توليسكوب عمله هو بعمر الـ 12 سنة ولما كبر هو انضم إلى هتلر وكان من من الأوائل في صناعة الصواريخ اللي عملت نقلة نوعية في الحرب العالمية الثانية إذ استخدمها هتلر في ضرب فرنسا وبريطانيا وعننا موجودة قطع راح تشوفوها من الصاروخ الأصلي والدفتر الأصلي تبعه اللي كتب فيه الملاحظات تبعها غزو الفضاء بين الولايات المتحدة وروسيا بدأ مع انطلاق أول قمر صناعي روسي سبوتنيك إلى الفضاء ومن بعدها توالت الأحداث وربعات فأطلقت أمريكا قمرها الصناعي بعدها أطلقت روسيا أول حيوان للفضاء وهو كلب طبعا هذا الكلب لم ينجو مات خلال الرحلة لكن بعدها نجح الأمريكان في إرسال قرض إلى الفضاء لكن النقلة النوعية كانت لروسيا عندما أرسل أول كابسولة للفضاء فيها إنسان هذه الكابسولة الموجودة عندنا هي طبق الأصل عن الكابسولة اللي أرسلت تقدروا تشوفوا من جوه المكان كتير ديء أنا بصراحة لو رائد فضاء يعني حكوننا رعوب جدا في هذا المكان تخيل أنت تضلك عدد كبير من الساعات في هذا المكان ديء لونه غريب صغير أنت مش عارف وين أنت وين رايح مثل ما الروس أرسلوا أول سفينة للفضاء الأمريكان باستخدام عشر أضعاف من مجسم هذا الصاروخ أرسلوا سفينة الفضاء بأولى عبولو اللي راحت على القمر طبعاً هذه السفينة كان فيها ثلاثة من رواد الفضاء هاي السفينة هي نسخة طبق الأصل عن السفينة اللي حطت على أرض القمر خطوة على القمر لكن خطوة في علم كبير من علم الفضاء بعد محطة مركبة أبولو على سطح القمر رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج بأول خطوة على سطح القمر بهاي البدلة هاي البدلة يا جماعة الخير هي بدلة الحقيقية فقط الكاميرا حطوها لتشكيل المظهر بالكامل فإحنا ممكن نلمسها فأنا بعد ما هي لمستها هيك سكيت شغلة راه على القمر فممكن نقوم رواد على القمر طبعاً لما وصلوا على القمر فقط اين من رواد الفضاء نزلوا والثالث ضل في المركبة واستخدموا هاي السيارة للتجول ولجمع العينات شكلها غريب يعني كأنها نسخة أولية من السيارة البشرية أو شي عجالها حديد وليس عجال عادية يعني وهان استخدموها ورفعوا العلم الأمريكي ويثبتوا للعالم أنه هما أول ناس خطوا على سطح القمر دائماً كنت بتسأل في الفضاء كيف بيأكلوا بسبب الجاذبية أكيد حيكون في صعوبة في الأكل فهم هان مختارعين حل عظيم شوي الأكل بيكون ناشف وفيه زي أمبوب بيكون فيه أمبوب بتركب عليه شغلة بيكون فيها مي ودخل عليه مي وبيقدروا يأكلوه بيكون كسائل طبعاً فيه العديد من الأنواع فيه العديد من الأنواع والمعلبات أيضاً وأيضاً من الشغلات اللي حكوا لي عنها الناس اللي بيشرحوا عن الموضوع إنه هان فيه بيأخدوا شوكولات الشوكولات بيأكلوها بعد ما يكون عندهم مهمة أو بيخلصوا من مهمة لأنها بتعطيهم طاقة عالية في هذا القسم من المعرض عندنا نموذج عن محطة الفضاء الدولية اللي هي تدور حول الأرض الآن وعندنا نموذج أيضاً عن قمر صناعي بقيس نسبة الغزان هو في مدار القمر حالياً وعندنا طبعاً نموذج عن صاروخ سبيس إكس الشركة إيلون ماسك اللي الرائدة في صناعة الصواريخ وهذا الصاروخ هو نموذج عن الصاروخ اللي بيرسلوا فيه المستلذمات إلى مثلاً محطة الفضاء الدولية أو إلى بعثة فضائية موجودة في الفضاء محطة الفضاء الدولية وعندنا نموذج عن صاروخ سبيسي وعندنا نموذج عن صاروخ سبيسي نموذج عن صاروخ سبيسي نحن الآن في قسم المحكام المعرض ناسا وهذا قسم في كتير من الأجزة وحنجرب الآن جهاز المشي على المريخ مروا ارواب أودعناكم يا جماعي الموضوع كتير صعب يا جماعة عن جدل موضوع غريب مش كأنك عم بتمشي يعني بالدب دب هز لنا لما طبعا يا جماعة هذا السميوليشن بيعطيك الشعور كأنك عم تدور في الفضاء في مركبة فضائية هو كتير بتدوّخ الموضوع فيدعو لنا أن لا يستفرق أنا آسف فضلت و هيك بنكون خلصنا جولتنا في معرض ناسا المعرض موجود في موال متربول في القسم الأسيا من مدينة اسطنبول بيستمر لنهاية شهر 2 منصحكم تزوروه متل ما شفتو المعرض مليء بالمفاجئات والشغلات الجميلة أنا هاش مصالحة ما تفعلوه و لا تنسوا تتابعونا تعملونا لايك وشيرو ساتسكراي لكل شي شي جديد في اسطنبول اشتركوا في القناة